اشتركوا في القناة صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خش أحدكم الصلف صلى واحدة فأوترت له مصر صلاة النافلة غير الوتر صحح بعض العلماء ان يتطوع الانسان بركعة لكن مع الكراه والذي يظهر لي انه لا ستطوع بركعة وما ورد عن بعض السلف فهو كغير من الاجتهادات التي قد تخطوى وقد تصيل ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى وفي رواة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهذا يدل على انه لا يتطوع انسان بركعة واحدة نعم وانهاء الصلاة بتسليمه واحدة كيف يعني الاقتصار على التسليمه واحدة الاقتصار على تسليمه واحدة يرى بعض العلماء جوازها في النافلة فقط ويرى آخرون جوازها في الفرض والنفل والصحيح انه لا يجوز يتصل عليه لا في الفريضة ولا في النافلة وان الواجب ان يسلم مرتين لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم من الصلاة مرتين ويقول صلوا كما رأيتموني وصل فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواضب على التسليمتين يدل على انه لا بلد منهما وهذا هو المشهور عند علماء الحنب لا رحمهم الله اشتركوا في القناة